في عندنا عنصرية كثيرة على مستوى من يوم ما قلت أنت البدوي والحضري الحضر والبدو هذه ثنائية قائمة على جانب عنصر هو العنصرية ما تتحقق بهذا الشكل لأن عندما أقول بدوي أنا أصنف فيه فرق بين التصنيف وبين العنصرية عندما أقول بدوي وهذا حضري أنا أصنف أصنفك دعني أوضح لك السؤال خلق من البدوي والحضري قبيلي وخضيري نفس المشكلة أبشرك أنت صدر النظام الأحوال الشخصية شاء له هذا كله خلاص جاوزناها جريدك لو أتى وتقدم إليك شخص خضيري تبيت زوجه لحظة شوف هذه ما تكلمنا عنه وكنت أود أن تكلمنا هو موضعات اجتماعية هذا الوضع الاجتماعي يمكن فهذه مواضعات اجتماعية لا تسأل عنها هل تسوي كذا أم لا تسوي كذا أنت في إطار الوضع الاجتماعي هل المجتمع الذي تعيش فيه مثلا يحترم هذا أو ينكره مثلا فاللي حاصل عندنا وأنت بلاش نغطي روسنا بالرغام على ما قاله كانت موجودة وكان فيها مشاكل على مساته خضري وخضيري وقبيلي وإلى آخرها وترى ما هي معروفة لابنجد على فكرة أنا القبائل في الحجاز ما يعرفون ما يعرفون خضيري وقبيلي أبدا اللي عندهم مولد مثلا أو كذا لكن ما يعرفون هذه المعنى سألتني أنا أين أنا هل أنا في مجتمع يميز ولا أنا في مجتمع لا يميز فيها إذا كان في مجتمع لا يميز أنا من ضمن المجتمع لأن أيضا احترام قيم المجتمع مهم جدا الجماعة اللي أنت فيها المجتمع اللي أنت فيه الناس الذين يتعيش معهم يجب أن تحترم عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم هذه هي سطوة المجتمع إذن نعبر عنها بسطوة القبيلة صارت سطوة مجتمع أي سطوة المجتمع لكن أنا أنت سألت سؤال محدد وإن شاء الله أنت أو العادلة وجود هذه العلاقات الحقيقة لا بد للإنسان أن يحترم قيم المجتمع الذي يعيش فيه ويحترم أيضا الأعراف هذا عرف العرف أن هؤلاء الناس مثلا ما يزوج بعضهم بعضا إذن أنا أنظبط بضوابط المجتمع ولا إذا خرجت وكان عندي من الشجاعة ما يخرجني إلى التعامل الصحيح فهذا صحيح الحمد لله لكن إذا كنت ضمن إطار المجتمع الذي يحترم عاداته وتقاليده وقيمه وأعرافه وأنا أقول لك من ما كنت أعرفه أنهم في نهجة الحقيقة يحترمون هذا حتى الخضيري كان يحترم إذا تقدم له رجل من قبيلة أو قبلي كما تقولون يقول ترى نحن الوضع مختلف ودك تقدم ولا ما تقدم سمعت من الناس من أهل النجدة يقولون الكلام هذا إذا هذا وقد خرجوا خارج النسق الاجتماعي اللي أقدموا على هذا العمل قالوا متوكروا على الله أنتم ما لكم علاقة فينا طيب هذه المشكلة يعني أنت الآن في مجتمع أعرافه هذه فأنت هل يتوائم ويتناغم يا دكتور لطبيعة التحولات الاجتماعية لا أنا قلت لك بشرتك أن بدأ النظام الجديد على حول الشخصية تجاهلت هذا الموضوع وقالت الكفاءة هي الدين وهذا نص واضح إذا نفذ هذا أن الكفاءة هي الدين وليس غيرها من الكفاءات ترجمة نانسي قنقر